بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم سنبدأ بالكتاب الذي قلنا هذا الكتاب إن شاء الله كثير الفائدة إن شاء الله نتحدث فيه اليوم عن أول درس من الدروس ويتعلق بالكلام نبلد الكلام الكلام تعريفه وأقسامه يلا يا محمد اقرأ السلام عليكم ورسوله السلام عليكم الكلام تعريفه وأقسامه الكلام هو النفذ المركض المفيد للوقت هذا هو كلام المعلف تعرف عندنا كتابان كتاب يقال له متن متن الكتاب وهو العصاص وهو العصر وأيضا إننا الشر المحن يسمى المقدمة الجنوية هذا هو الذي قرناه الآن وهو قد كتب هنا بخط غامق المعنى بخط عيد بخط كبير وأسوأ هذا هو ويكون في الغالب يكون في الأعلى الغالب يكون في الأعلى نسي في كل وقت لكن في الغالب يكون هذا للحفظ ابتداء من اليوم قد عادا للحفظ والمكن والشرق للفهم فمن أراد أن يحفظ بعد الأحسان فيها لأنه أحياني ويقسم كلك لا ثلاثة أحسان قسم الأول وكذا وكذا هذا جيد أيضا تحفظ إذا كنت تريد أنا أريد أن تخرجوا بشيء ينفعكم في المستقبل البداء التسجيل إذن هذا هو البداء تسجيل هذا المكان هذا المهم إذا هو يكون الكلام الكلام هو اللفق فهو ذكر لك أربع أحسان القسم الأول الكلام إذا قيل الكلام هو هو جاء بالتعريف النحوين للكلام أما تعريف اللغوين للكلام فهذا شيء آخر ولذلك أنا سأتيكم من اليوم عندكم بحث البيان البيان ما البيان ما البيان ما البيان وما أقسامه أو ما تلواحه لأن عنواع البيان عنده في المستقبل ما البيان ما البيان ما البيان وما في كتابه في كتاب اسم الكتاب البيان والتعبط لين ما البيان وما أقسامه أو ما أنواعه إن الجائل في كتابه البيان والجمين هذا الكتاب وذكر فيه البيان البيان هو يعني اللغة لما نبين به البيان إذن ما البيان ما البيان وما أقسام وما أنواعه عند الجاح في كتابه البيان والتبيين أمنا هذا أمنا هذا جيد ما البيان وما أنواعه عند الجاه ستة جيد ما البيان وما أنواعه عند الجاح وكتابه البيان والتبيين فهمنا إذن اللغة إن اللغويين كل ما أفاد هو الكلام أما الذي ذكره هنا هذا عند النحوين تعرف يختلف أهل اللغة بمعنى هم يعتنون بمثل اللغة للألفاظ والمعاني والمراجفات وأشياء منها هذا الذي يسمونه أهل اللغة وتجد في الغالب أن أهل اللغة هم يعرفون النحو وفيه واحد متعمق في النحو مثلا هو يعرف المعاني ولكن ليس متعمق فيه هذا يعني فلما نقول كل ما مثلا جاع هو يعرف النحو لكن هو من اللغويين ماذا عبد القاهر ويعرف النحو ولكن هو في كمة أهل أحمد أحمد لله عبد القادر البغدادي مثلا هذا لغوي ابن المنظور لإفريق هذا لغوي ليس أنهم لا حتى أحمد الحمد لله آياتيب توري قل له الآية آياتيب آياتيب إذن البيان والتبعين عند الجاه إذا ضغبت هناك سيقول لك اللغة مثلا يقول لك أصلاح آياتيب ما رأينا هذه اللغة لكن لا يقال إن شاعر نعرين هذا ليس بلغة كلمتكم أو ما كلمتكم آياتيب كلمت معنا شرطان ولو ألفظ ولكن عندنا نحوين قالوا هو اللفظ نحن بني يكون اللفظا اللفظ هو ما يخرج ويجتمل على الأصواب وبعض حروف الهيجال لا خلي يجي لسنا ما بمشكل هذا هو هو أن يجتمل على بعض أصوات الهيجاء العربي هذا الذي نسميه اللفظ اللفظ هو ما يخرج لفظت الشيء إذا أكلت التمو وبقي النوات رميته تقول لفظته لما لا أخرجته هو اللفظ هو ما يخرج من الريح مستحبا ببعض الهيجاء ببعض حروف الهيجاء هذا الذي يسمونه الكرام اللفظ هذا اللفظ اللي أقول أنه يكون مركبا بمعنى اللفظ الواحد المفرد لا يكفي للتخاطر بس اللي أقول أنه يكون مركبا وليس هذا التركيم قد يكون اللفظ وقد يكون مركبا لكنه لا يفيد أيضا لا يحنون بهذا إن جاء الزيب وجلس وأكل ونام في الفصل وذهب إلى البيت وأكل طبعام وصل الظهرة واستراها كثيرا إلى المساء وذهب إلى الملعب وعاد إلى البيت السلام عليكم وعليكم السلام هذا 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 مع أنه لفظ مع أنه مركب مع أنه مفيد مع أنه مركب لكنه لا يفيد لأنه كلام غير تام هذا المفيد قالوا هو ما يحسن السكوط عليه ما يمكن أن نسكت عليه إذا سكت بمعنى أنت لا تحتاج أن تسألني مرة أخرى ماذا قلت أو ماذا تريد أن تقول ماذا لما قلت ونجع زيه وجلس ونام في الفصل وذهب وأقل الطعام وسل ستسأل ماذا تريد يعني إلى الآن ما فهم نقول إن جاء زيه وجلس درسنا هذا كلام إن جاء الأستاذ ودرسنا فهمنا هذا كلام فهمنا مع أنه تركب إن جاء زيه وإن جاء زيه وإن جاء زيه درسنا إن جاء زيه درسنا إن انتهى الوقت رجعنا إلى البيت هذا كلام فهمنا فهمنا هذا هو وذلك قال بالوضع المفيد لماذا ما يحسن السكود عليه ولا يحتاج المستمع أن يسألك مرة أخرى والوضع والوضع هنا وأنه أن يكون بالوضع العربي لا يكون بالوضع الإفريقي ولا بالوضع الأجمي ولا بالوضع الفرنسي ولا في الإفرانجي ولا كذا إنما يكون بالوضع العربي بما كما وضع العرب لغتهم يكون هذا الكلام بهذا الوضع وإلا لا يسمى كلاما وذكر الشعره ووسياتي أن كلام العجم لا يؤتب كلاما يعني منك كان لا يتبر كلاما أنا قلت له لا يؤتبر كلاما عند العرب أما هو كلام كل ما نتفهم به إذا هو كلام فلانا كلام لا يشمل النحو من نحو الصرف والبلاغ والأدب يلا يلا كم من الكلام اقرأ الشعر المعنى كالكلام العربة وما أحسن به سواكم كان لفظا القول المقادر والدرس أم لم يقوم كالكتابة والإشارة أيها أنتم رأيتم هذا ما البيان وما عنواء عند الجائحة في كتاب البيان والتبيان هذا بحث اكتبوه اكتبوها في الكراس ما جيتم بالكراس محمد ما جيتم بالكراس لا أنا قلت كل واحد يقولون أنه كراس أو أنواع البيان عند الجائحة في كتاب البيان والتبيان يأتيك تأتيك الصفحة فأنت ممكن أن تنقلها أو تنزلها عندك وتصويرها بالآلة واتبت بإسمك فوقها وما تنقلها وما يجبه وأشياء هذا سيكون فيه ستكون فيه هناك الدرجة درية البحث هذا أول بحث إذا كل ما حصلت إذا حصلنا على الفائدة في أي شيء فهو الكلام كالكتابة والإنشارة وغير أما في صلاح النحات فهو أيها محمد فهو من تمع فيه أربعة أمور أربعة أمور أربعة أمور الأول أن يكون نفسك والثاني أن يكون مرشك والثالث أن يكون مفيدا والرابي أن يكون مغترعا بوضع الأرض هذا طيب الآن سيبدأ يشرح لك هذه الأشياء هذه الأشياء ذكرناها إذن الكلام منتظم فيه أربعة أمور منتظم فيه أربعة أمور أن يكون نفضل أن يكون مركباً أن يكون مفيداً أن يكون بالوضع الأرض جيد قال أما اللفظ فهو لغة الطرف والرمي طرحته طرحت المندي أقول لفظه لكن هو آلة الذي يخرج من الفأل أيها أقول لفظ محمد النوات أي طرفها ورميها النوات هو ما يبقى مثلاً ما يبقى بعد أكل بعد أكل الفاكهة الذي يبقى وترميه مثل التمر الباقي فيه هذا يسمونه نوات وكذلك لو أكلت منغا منغو الذي يبقى هذا ويزرعونه هذا الذي يسمى نوات دو تقوله أو والنوات مثل ثمرة الشجرة الذي يبقى يسمونه نوات هو النوات آدة عن نوات الذي ممكن ينبت به النوات هذا عام حتى بالنسبة للفستق تقول نوات نوات الذي ينبت به الفستق أيها وهو أحد النخبيين صوت يجتمل على بعض على بعض الهروف الهيائية التي تبدأ بالأذي وتنهي بيها أيها لا بد لا بد أن يحتوي ليس الصوت فقط لكن صوت مع بعض الحروف الهيائية أيها مثل مثل خالق ويمضي ونشي فإن كل منه لغض لأنه يشتغل على دعم الحروف الهيائية ما فيه واحد فيه كلام يجمع جميع كل حروف الهيائية لا يعني تأخذ من هنا تأخذ من هنا وتأخذ من هنا وليس الصوت ولا يتقل كلاما في استيلاء المطبيين إلا إذا كان لفظا ولا يتقل كلاما في استيلاء النهويين إلا إذا كان لفظا لقد أفظنا مثلا الكتابة فالكتابة والإشارة ليست كلاما عندهم فإن كانت نصرنا كلاما عند اللغوين أيها إن اللغوين نسمى كلاما لكن اللحات لا يسمى كلاما فأيضي الصلاة لا تأخذ يلا ما تأود وعادة سيف الدولة الضربة في العلاء هذا كلام سيفا كلام كلام متنبي يقول العلم مدنى قام في الماضي مبنى فقال أن يكون مؤلفا بأكثر من كلمتين وأن يكون مؤلفا من أكثر من كلمتين لا بد يكون من كلمتين فأكثر من كلمتين فأكثر على الأقل يكون عندنا كلمتين يكون مركبا وإلا لا يسمى كلام مثل خالد هذا لفظة لكنه ليس كلام مثل يمرضي هذا ليس كلام نشيط ليس كلام نشيط طيب قام زيدون قام في الماضي مبنى فتاة زيدون فاعل مرفوء ولا مطر في الضرب نحن نحن نكرم الضيوف العلم مفيد يلا الذي جاء الآن باع إذا باع الذي كذلك عارب لنا أنا قلت لكم اشتروا هذا الكتاب بل ما يشتري أطرده ووجود في السركونة في السوق سركونة وليس هو غالي هذا هو مئة ومئة مئة وخمسين يلا 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 عارب لي العلم مفيد العلم العلم مفيد يعلم ما 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 العلم مفيد العلم العلم إذا جنبه عنده إلا نباه حي Ha قواصة deciding انظر حقًا لسرهم حقًا يلا 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 عارب عارب العلم يعني العلم العلم عم 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 هلا لأنها تاجي لها تفصيل يلا يا مقتدى مرفوع العلم مقتدى مرفوع بإيه مرحو مرفوع هذا شواري يقولوا لا شواري ما الصحيح مقتدى مرفوع من البداية أيوة أنا أقول لكم خلوا مرفوع مرفوع بالضبع حل أقول لا نحن الآن في الجامع قسم الجامعي نقول مقتدى مرفوع بالابتداء هذا والذكرت لكم الحامل العامل معنا بي العامل اللقذي نارضنا هذا العلم مقتدى مرفوع بالابتداء 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 ومفيد الخبر مرفوع العامل الزمم إذا من يعرق لكل متحد نفيد لكل مجتهد النصيب من ايضا جيد خذنا نحاول هنا نعني بينا نحاول لكل اللام حفظة مبنى كل اسم مجنون للام وعينك يريه الاسم وهو مضاف متجد اسم مضاف مجرون مجرون بي مضافة ام مدون بالجر جايد والجر والمجر والمضاف في مهله خصف الخبر مقامل ما شاء الله جيد نصيب نصيب مكتدر مخوى بالإجلاب وعينك سبحانه ما شاء الله ما شاء الله يا محمد الله يفتح لك وعلينا جميعا اللام حرف جار كل اسم مجرون باللام ولا مجر الكسرة وهو مضاف ومجتهد مضاف إليه مجرون بالإضافة أو تقول مجرون بالكسرة لأنه عندك خياران ما أن تقول مجرون بالإضافة لأنه مضاف إليه دائما مجرون مجرون بالإضافة أو تقول مجرون بالكسرة ثم تقول والجار والمجرور شبه الجملة الجار والمجرور شبه الجملة هم مضاف غير موجود يعني الجار والمجرور فقط الجار والمجرور شبه الجملة خبر مقدم ونصيب مبتدى معخر مغفورا وتغفره مغفور بالابتداء ولا متغفر الضمى لكل مرئم من دهره ما تعوضا من يوغرب مغفور من يوغربو تيدالسلولو تأسلوا يقالوا يجنمينتي عليكم السلام ورحمة الله خذ القرسيا أو خذ من الغر يلا من يوغرب لكل مرئم من دهره هذا كلام المتنبي وإن كان هذا يستشهد به الكلام المتنبي يستشهد به في مثلا في المعاني والبرع لا يستشهد به في النحو ولا يجب أن يحتاج بشعره هذا ليس احتجاج هذا من باب التمثيل فقط هذا من باب الاحتجاج هو لا يحتاج به بشعره في لغة العظم لكن يعتني من باب مثال كمثال فاهمنا لأن هذه القاعدة متكررة لكل مرئم ونفسه نفس الإيراب لكل نصيب وإلا أنه هو إيراب مطول نقول اللعم حرف جاري كلي يسمى مجرور باللام على ما تجاريه الكسرة وهو مضاهر مضاهر مجرور به الإضافة من حرف جاري مجرور такую كسرة ثم تقول الجار والمجرور شر الجملة خبر مقدس وتقول من حرف جاري دهر اسم مجرور ب من ولا مجاري الكسرة وهو مضاهر لمن المتصل المبني على كسر في مهل جاري مضاهر إليه مع اسم موصول مبني على السكون في مهل الرفعي مبتدى مآخر ما اسم المنصول اسم المنصول مبني على السكون في مهل الرفع مبتدى مآخر تعود في الماضي مبني على الفتاة ألف هذا للإطلاع تعود تعود لأجل الشأن لأن حتى القرية مناسبة لما بعده وعادة السيف الدولة الطعن في العدى وحيانا يقول الضرب في العدى إن لم تكن ذاكرة فيه في الرواية وعادة السيف الدولة الضرب في العدى يعني ضرب العدى أو التعن فيهم قال كل إنسان ما تعوده ما اعتاده ما ألفه في حياته والذي يعلفه سيف الدولة هو الضرب والطعن القطع القطع لأعداء ليس الأصل القطع هذا يبدأ سيف الدولة سيف الدولة كان سيف الدولة الحمداني كان بين اللي كانوا في الثغور هذين كانوا في مكان ممكن يعني يقال سوريا العام أو ما حول ذلك فكانوا بين المسلمين وبين الدولة 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 الرومية فكانوا هو يقاتل كان الشجاع منه إذن تعود في الماضي ممنع الفتا وفايله ودمير مستثل جوازا تقديله هو والجملة من الفيل والفايل لا محلل من الإيران في صلة الموصولة هذا دائما فا كل إبارة من هذه الإبارة تسمى بكلامنا أنها مركبة يعني أنها مركبة من أكثر ومن كلمة وذلك أحد الشروع الأربعة في معنى السلام وعنى المسلمين وعما معنى قولين لا قبل ذلك أنا عندي قلع أنا عندي سؤال هنا وأريد أن تقول المشكلة قم إجلس هذا مركب لا تفعل تسمي هو قلع أو ما قلع إذا هذا القائد التي يقولها غير صحيح غير صحيحة أن يكون مركبة يرتب من كلمتين هذا وجدنا كلمة بعض من يحل المشكلة يا عثمان هذه المشكلة هو الآن يقول لي يبدأ أن يكون مركبة يلا قم 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 يقول قم مركب تلمتين قم إجلس اذهب قم اجلس 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 اسمع اذهب اذهب اسمع قم زيبني قل قل أيها ما المشكلة لا 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 إنها ساعدة يالي يقول مركب يا الله التوري إذا أعتقد أنك مركب ولا تنسى مركب لا تنسى مركب ما تنسى لا تنسى مركب لا تنسى أعطفني ما تنسى أنا أركف والمام أنا أركفي دم أين해 ترك وأنا اخترافنا على اسفلين يعني مركب و غير مركب طيب الذين يقولون غير مركب ما دليلهم يلا لا لا أنت قلت مركب جاب الذين يقولون قلين دافوا أنفسهم عندما يبادلوا أنفسهم مركب أن يكون تتركب لك في الأول ونحن نرى عن أم نعلم مركب وفاقر هذا مملك فإذا كنت قلت فإنما قلت فإنما قلت أم فإنما قلت أو ورمضا." هذا هو إنك ، وإذا كان سيئ منك، والله كان سيئ من الأسران. الآن من يحلو المشكلة؟ من يعرف لعب تأسيله تحوله؟ حتى يعرف أنه مركب والله غير مركب. إعراق هم. كل هذا هو أب محاجز. ايجلس ايجلس اسمه فهل اعطان ايجلس ايجلس فهل اعطان مبني مبني على سكور ايجلس ان نكتور ا rows اخبت ان اعطان اخبت 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 ترجمة نانسي قنقر 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 قوله وجوبا ما نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد ورعني في القرآن الكريم ومحمد نسية عندما تدرس الأولاد ونسي يا عدم أسكن أنت هذا أعلى تعبير أسكن أنت وزوجك الجنة النعلم اللي يقول عنها التعكيد أو الفرح هذا هو هذا اللي نسأل الآن نسأل هل جاء هذا من باب التوكيد أو من باب الفاعل لو قلنا أنت هنا فاعل لقم هذا خطر بعد أن قلنا إيه وجوبا إذن فاعل قم أنت هذا موجود مستطر أنت الصغير موجود ما زال موجودا فالماذا جينا بأنت في الخارج لكي نؤكد نؤكد ولي إتي فاهمنا هذا مثلا هذا في ولف يعني يقول له جوكل يو فاهمنا يعني هذا يكون تعبير جميل لأنك أنت تريد تؤكد أنني لا عني غيرك لما أقول قم قد تقومك أنتم كلكم لكن لما أقول قم أنت ما نوانا واجبك في الكلام هذا لا يشك لا يلقى في اليمين أو الشمال فاهمنا هذا أقول إجلس أنت وهناك أيضا فائدة أخرى وهذا الذي ورد في القرآن أنه يقول النحاة وإن كان جمهور النحاة يقولون لا يمكن للإنسان أو لا يجوز أن نعطف على الضمير المستطر إلا بعد توكيده بالضمير المنفصل يعني قوله ده في غير القرآن أسكن وزوجك أسكن وزوجك سيكون تعبير مخل سيكون تعبير خير جيد فلذلك أكده بأنت ثم جامل بالوع أطفا على هذا وإن كان هذا ليس موضع يعني موضع اتفاق لأن الجمهور النحاة يقولون هذا هذا حتى نجعل نجعل الإسم معطوفا مثلا يقول قم أنت وزميلك من زميلك أيضا يقول اذهب أنت وزميلك هنا هذا هو إذا لعبنا نأتي بأنت وحتى لو لم يكن من باب العطفي من باب التوكيد نادي أما الفائلة الأخرى أننا إذا أردنا أن نأتي على الضمير المستطر إذا نأتي بأي بالضمير المنفصل أولا ثم بعد ذلك إذا كانوا إثنان تقولوا قوما أنتما قوما أنتما قوموا أنتما قولوا أنتما صوموا أنتما افهموا أنتما أنا من باب التوكيد جيد إذا نمشي قال وأما مانا كونه العلم يرفع أقواما بلا نسب والجهل يهدم بيت العزي والشرف هذا هو إذا العلم يرفع الوضيع الوضيع مانا حقير إنسان الذي يحصل السافرين الناس لا يعتبرونه لا يعتبرونه بشيء سواء هذا في القبيلة أو في لا يعتبر إنسان الوضيع لو كان في الاجتماع قبلي قال فلال ما يجعب يعني ما هو سندراكا يعني نفعله ويجبنا عليه تعرفنا أن هذا الرجل لا يعتبر أما فلال ما يجعب لا 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 ننتظره ننتظره قليلا لا يمكن أن نبدأ بدونه يمكن أن الاجتماع بدون فلال أن هذا الرجل له وزنه فإننا إذن هنا العلم يرفع الوضيع من يعرب لي أنتم افهموا هذا الإعراب مطالب في الاختبار وفي الفهم ونحن ما مرنا بهذه التعبيرات إلا ونعرب إعراب تفصيلي تابعوا هذا الإعراب في التسكيل الذي لم يكتبه الآن أكتب هذا الذي أن نقوم توكيد توقف يعني فعلا هنا توكيد توكيد من الضمير المستقل يعني توكيد لضمير المستقل كلمة أنت كلمة أنت كلمة أنت كلمة أنت هذا جاء توكيدا للضمير المستقل في كل نحن نستطيع في كلمة كلمة ونحن نأكد أن يقول لها أي تعبيرات إلا يرابات التي تقوم بها افهموها جيدا واحفظوها جيدا ولعل بعضها ستأكد والبعض قد لا تأكد يعني يلا 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 العلم يرفع الوضيع من يحرد طيب 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 لا الوضيع 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 لا كثير من الأحيان يكون ممتدعا خاصة إذا كان مشكل أنه الآن أنت أمام المشكل مرفوض أفروض ربما خلالي يمكن أن يكون فاعل الفاعل لا يتقدم على الفعل إلا على مذهب أهل الكوفا وإلا البصريين الفاعل لا يتقدم على الفعل الفاعل يتقدم على الفعل يلا أيها العلم إذا يكون أيها العلم مفتد أيها مفتد مرفوض بالابتداء مرفوض بالابتدائية بالابتداء مرفوض بالابتدائي بالابتدائي مرفوض بالابتدائي هذا بالابتدائية مرفوض بالابتداء عندما تقفل السكون مرفوع بالابتداء وعامة رفعه وعامة رفعه الضم يرفعه يرفعه في المضارك أشبه في المضارك في المضارك في محل رافع لا لا في المضارك مصور مصور في محل رافع لا لا وفي محل رافع لو سميت في محل رافع يا منصور تعرف على أن الفعل هنا لم يقع في موقعه مثل الإمام لذلك يأتي نائبه نقول إذن وفي محل الإمام إذن إذا كان مبني نقول في محل رافع لكن هنا مرفوع مرفوع بالضم على طول أو تقول مرفوع وعلامة رافعية أيها مرفوع جائع الوضية مرفوع تجد و أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ و مرفوع به صح مرفوع به منصوب بالفتح مرفوع ولكن أين الفاعل؟ إن الفاعل يرفع فاعله غير لا أنت تكون قد إلا ما نحيتك عنك لا قبل خبر المبتداء ولم يحل المشكلة يلا يا سين محمد ساعده ساعده يلا من يساعد؟ يلا الجيد يلا محمد الجارة أولا بي ساقدينه العلم محمد الجارة أولا ينفع فيه المبادرة محمد الجارة أولا والفاقي الضمير المستفر تقدير كل قوة جوازا هنا الضمير المستفر هنا تقول عادة خبر الجملة الفعلية الجملة الفعلية هي التي تقع خبرا وعادة نحن نقول جوازا العادة الفاعل يكون جوازا تقديره هو يعود إلى العلم العلم هو محمد نظر إلى المعنى العلم هو الذي يرفع يعني فيه نفسه هو الفاعل لكن الفاعل هنا هو ضمير يعود إلى العلم العلم أقل مبتلى أمام من جهة المعنى هو الذي يرفع الذي يرفع لكنه الذي يقول في موقع ابتداء لا يمكن أن يكون المبتدع أنه في نفس الوقت يكون فاعل إذا الفاعل ضميره هو ضمير العلم مستفر جوازا تقديره هو إذا يكون إنه يقدر أين خبر المبتدع يا محمد؟ الفيل والفاعل ومسكول به كما هذا الخضر هو عادة الفيل والفاعل الجملة من الفيل والفاعل فقط وليس مفولا به لا يقول إذا الجملة من الفيل والفاعل فيما هذا رفع خبر للمبتلى طيب خلاص أنا أقرب الآن العلم يرفع الوضيع العلم مبتداء مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يرفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى العلم الوضيع مفؤول به منصوب من فتحة والجملة الفعلية أو تقول والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفعي خبر للمبتلى المبتلى طيب نمشي فهذه العبارة فقالت قبلة مهتامة يحسن السكوط عليها يحسن السكوط عليها من المبتلى المساعدة فإن السامع يسمع هذه التبارة لا ينتظر شيئا آخر هذا هو الكلام ويخرج بالمفيد ويخرج بالمفيد المركب غير المفيد غلام زيد من غلام زيد من مركب من كلمتين لكنه لا يفيد إذا حضر الماء مثل ما قلت لك إذا حضر زيد من وجلس معنا في الفصل ونام في الخصم وتحدث معنا ورجع إلى البيت وصل الظهر وصل الظهر ثم نام بعد الظهر إلى العصر وبعد العصر ذهب إلى الملعب ولعب القرى وعاد إلى البيت وصل إلى المغرب وقرأ القرآن وتنفل في الليل ثم جاء الصبح وعاد إلينا مرة أخرى هل هذا كلام؟ هذا ما هو كلام لأنه غير مفيد كلام غير تاب أيها يقول له إذا حضر الماء بطل التيمم وقال إذا حضر الماء لأن إذا شرطية إذا تحتاج إلى جواب إن أيضا شرطية لها جيدة جيدة توضع وضعك للصلاة هذا نايم لي نايم جدا لا جيد لا 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 أنت نايم مرة أخرى إما أن تتوضى إما أن تخرج خلاص؟ لا لا أنت نعص نعص بوجهك لا تنم فإن هذا لا يسمى رغم أنه مركب لغم أنه مع أنه مركب الرغم رغم الشيء رغم الشيء بمعنى حتى ولو أنه موجود لكنه رغم أنه مركب مع أنه مركب لكنه لا يسمى لا يسمى الكلام وذلك لأنه لا يسمى المعنى كامل أما حصلت مغلام الزين نشيق وإذا حضر الماء وبطل القيامة فإن فائدة الحصة بمعنى حصلنا على فائدة على فائدة كلامية لما قلنا هذا إذا حضر الماء وبطل التيمم هذا يقوله غلام الزين النشيق أيها يلا يا جيتم غلام الزين غلام الزين مطلع مطلع غلام مطلع 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 تيد هل رأيتم ما مطلع غلام مبتدأ غلام مبتدأ مركون بالإكدام زيد وعلى مترافين غلام رفيض ضمن الله زيد لا لا نجعي غلام زيد النشيطن غلام غلام مرقون بالإداء زايدين زايدين لا يكون فائدة هو دائما إذا وجدنا المبتداء نحتاج لخبر لكن زايد لا يمكن أن يرابه خبرا هنا أيها يا محمد ياسين محمد ياسين زيد 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 ممتدى مم ممتدى ممتدى كيف جار والمجرود جار والمجرود انت قلت ممتدى ثم قلت خبر ممتدى 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 هناك نظر ممتدى 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 نظر أستاذ هل يسا قدام خبره مختلف والنسيط خبره هذا هذا الذي قاله هو الصحيح هو النشيط هو الخبر النشيط هو الخبر وغلاعا هو مبتدى وهو مضاف وهو مضاف إليه هذا يسير أنتم افهموا إذا كان إذا التقى إسمان وأهدهما الاسم المتأخر يمكن أن يكون مالكا بالاسم الأول فعلم على أنهم مضاف ومضاف إليه التقى إسمان والاسم الثاني يصلح أن يكون مالكا للأول أو يكون مختصا به الاسم الأول يتمع إسمان وقد يكون مفعولا به ماذا لو قلت ضربت غلام زيد جاء غلام زيد وهذا غلام زيد فالأمر يختلف غلام هو الذي يختلف أما زيد ومضاف إليه مجرون بالكسرة قولا واحدا كتاب طالب وهذا كتاب الطالب وهذا حصير المسجد حصير المسجد كتاب الطالب دراسة الفصول مثلا جامعة غنبيا جامعة مضاف وغنبيا مضاف إليه طعام الولد شراب الولد كرسي المعلم كل هذا الاسم المتأخر مضاف إليه وهو مجرون بالكسرة من هذا هو مجرون بالإضافة تفهموا هذا لا تنسوا هذا لا تنسوا هذا ولا يذهب عنكم هذا إذن نقول غلام نقول غلام مبتدأ نقول غلام مبتدأ مرفوم بالابتداء غلام مبتدأ مرفوم بالابتداء ولا مطرف يتضم الظاهرة وزين مضاف إليه مجرون بالكسرة زين مضاف إليه مجرون بالكسرة نشيط خبر مبتداء مرفو ولا مطرف يتضم الظاهرة ها وزين غلام غلام مبتدأ مرفوم بالابتداء والامة رفعه الظاهرة وهو مضاف وزين مضاف إليه مجرون بالإضافة أو تقول مضاف إليه مجرون بالكسرة ونشيط خبر مبتداء مرفو ولا مطرف يتضم الظاهرة خلاص دايم إذا حضر الماء بطل التيمو والقائل فقهية دايمنا إذا يسمى شرطي إذا شرطي غير جازم أو شرطية غير جازمة هي لا تجزم لكنها شرطية مثلا حضر في الماضي وفي الشرط مبنى على الفتح في الماضي مبنى على الفتح الماء فاعل مرفوع المترفي الدم الظاهرة وبطل جواب جواب الشرط بطل جواب الشرط في الماضي مبنى على الفتح والتيمم فاعل مرفوع المترفي الدم الظاهرة وأما كونه موضوعا بالوضع العربي فأن تكون الألفاظ المستعملة قد وضعتها العرب للدلالة على معنى معنى من المعانى بمعنى العلفاظ التي نستخدمها يكون العرب قد وضعوها ليدل على معنى معين فإنئذ يجوز وهو غصول المجيء في الزمن الماضي لما تقول جاء زيد جاء زيد أو حضر زيد إذن جاء زيد هو حصل المجيء في زمن الماضي هذا المعنى وضعه العرب لقول لقولك جاء فماذا قال سعيد مثلا قل سعيد جاء سعيد جاء سعيد إذن سعيد قلبة سعيد وضعتها العرب لمعنى وهو الذات الذات الشيء المصخص الذي نرى الذات الذي نسمونه شخصه أو الذات المشخص فإننا وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم فإذا قال قائل فإذا قال قائل جاء سعيد يكون قد استعمل قد استعمل كلمتين من وضع العرب وخرج بالوضع العربي كلام العجمي كالترك والبربر والمنينك والفلا والولو وأنا لا يسمى كلاما أنا أوجع عنك فلا يقال له كلام كلاما عند النحات لا يقال له كلام لكن ليس نحات العرب لا يتبر كلاما عند يلا نمشي أمثلة للكلام الذي استوفى الشروط يلا يا محمد يا سواري اقرأ أمثلة للكلام أمثلة للجل اللي استوفى الشروط انما الأعمال بالنيعاب وانما لكب مين ما نوع الأحدث الشجرة مثمرة السماء صافية المنتهج ناجح طلع البدر علينا أيها هذا لا بد أن نعرفه هذا سيأتي في الاختبار طلع البدر علينا وأنا لا أعربه لكم كنتم تحاولوا هذا طلع البدر علينا من ثانية الودع هذا ما وجود يعني الشعر وربما يأتي في الاختبار لكن ما أعربه تحاولون أو أترككم تحاولون في البيت تحاولون في البيت كل واحد يكتب لي الإعرام في البيت باتي به بعد البيان جعف اكتب تحته هذا العرام طلع البدر علينا يعني عنده حق الجعف ما فيه بحث آخر إذا ملا كلام الجعف البيان والطبيب ونزله قم بتحميله داونلود يعني سموناه تحميل من الغلاب تعمله داونلود تعمله تحميل تحميل هذا الكلام وتذهب إليها واحد يطلع لك في المكينة وراء ظهره وراء ظهره يطلع البدر علينا وأحرمه وأعطني به واسمك موجود وكل شيء موجود ما تنم بأو هذا الشيء ما يمنعه طلع البدر علينا طلع البدر علينا لا يصدح الكسور لا إله إلا الله هذا سنجله في أسبوع القادم أسبوع القادم هذا سيكون أيضا بحث معنى لا إله إلا الله وإعراب لا إله إلا الله لأن هذا كجيب كل يوم نقول لا إله إلا الله نعرف كيف نعرف لا إله إلا الله عمنا أيضا اتداب إلى الكتب الكتب فيها وكذلك مثل جوجل أيضا وهناك بعض الكتب جيدا في مثل هذا لذا ذهبت إلى شرح ابو ناقيل ومما تجب أو شرح التصريح على التوضيح هذا جيد شرح التصريح على التوضيح لخارج العذاب جيد إذن محمد السيد المرسلين أدونا هذا كل واحد يستاذي يؤرب محمد السيد المرسلين يلا نبدأ بتوره محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين مرسلين مرسل المرسلين محمد السيد المرسلين سيد المرسلين مرفوض بالابتداء وعلامة المرفعين لابد سيد المرسلين مباعف تقريبه أولا بعدين تقول مباعف سيد المرسلين سيد المرسلين وعلامة رفيد دمه لكن ما هو ما مرسلين هو المرفوض صح لكن ما مرسلين هل هو فاعل مرسل من الإله لا لا خبر أنت أنا أقول لكم أنا أظنه يوما أنا أقول لكم فأمل لكم الفكرة الإعرابية التفكير الإعرابي هو لما أقول مبتدأ ما هو أين ينتجه الذهن أدبه إلى الخبر لما أقول فعل أدبه إلى فاعل أبدأ أولا الفعل ثم الفعل إذا وجدت الفعل والفعل ولم تنتهي الجملة إذن أنظر إلى هذه الجملة هل ممكن أن يكونوا مفهولا بي أو جار والمجرور أما لما أقول مبتدأ انتظر بس لما أقول مبتدأ وفكر في في إيه قضية الخبر يلا أيوان خبر 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 ترجمة نانسي قنقر